طيب إيه رأيك بقى يا شيخنا نختم بدعاء جميل كده في الليلة المفترجة دي طيب كمان الدعاء هو مخ العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد اللحوح في الدعاء الذي يسأل الله تعالى كل شيء حتى الملح الذي يوضع في الطعام وعملا بسنة نبينا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا نرفع وكل المشاهدين الآن أكف الدراعة لعل الله تعالى أن يتقبل منه اللهم صلي على نبينا في الأولين وصلي عليه في الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا اللهم شفع فينا القرآن وشفع فينا الصيام وشفع فينا نبيك العدنان اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما همنا وغمنا وعلى الكتاب والإيمان الكامل توفنا وأنت راضٍ عنا يا ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولعلمائنا اللهم إنا نسألك أمنا وأمانا اللهم جنب وطننا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر البلاد والعباب اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وهم من الشاهدين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إلي اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا وارحمنا إذا كفنونا وعلى الأعناق حملونا وفي ظلمات القبور تركون اللهم ارحمنا إذا ما واران الطراب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به مننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله وأمين ودعاء جميل ويا رب يا رب بلغنا رمضان كده كل سنة أمين يعني أقرب إلى الله وإحنا تشفع فينا القرآن يا رب ونفضل كده دايما في عادة الخير دي ترجمة نانسي قنقر